رحلات علاج منتظمة إلى المشافي الإسرائيلية لمئات الجرحى من المسلحين وعائلاتهم ما كان سرا قبل أعوام بات معلنا ومنظما اليوم وضمن مشاريع إسرائيلية لاختراق مجتمعي في المنطقة الجنوبية عنوانه العريض حسن الجوار مشاريع تشمل دعم لوجستيا وعسكريا للمسلحين عبر الشريط الشائك وصولا إلى تمويل مجموعات تعمل قرب الشريط بصورة مباشرة كلواء فرسان الجولان رئيس الوزراء السرائيل زار هؤلاء المسلحين في المشافيات الإسرائيلية فهذا يؤكد على الانخيرات الإسرائيلية في الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا ويؤكد الدعم اللوجستي العسكري والغذائي والصحي لهؤلاء الإرهابيين في درعة ومنطقة درعة والقنيترة دعم انتقل إلى استقبال السلطات الإسرائيلية شخصيات بارزة في صفوف المعارضين كما لللبوان وعصام زيتون وأخيرا عبد الجليل السعيد مجرد عينة فيما تستضيف عواصم غربية لقاءات بين ناشطين وأعلاميين سوريين معارضين وشخصيات إسرائيلية لقاءات تتكشف فصولها يوما بعد آخر هؤلاء المعارضون هم يرتمون بأحضان إسرائيل فليس لهم قضية لأنهم ليس لهم مكان بين الشعب السوري ذهبوا ليرتموا بأحضان العدو الإسرائيلي لعلهم يجدون لهم مكان لكنهم حتى العدو الإسرائيلي سوف يرفضهم في النهاية لأنهم باعوا شعبهم وباعوا قضيتهم وباعوا وطنهم وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عملاء لإسرائيل تقدم الجيش السوري في سفوح جبل الشيخ ونجاح المصالحة في بيت جن ومزرعتها أربكاء المسلحين المرتبطين بالمشروع الإسرائيلي خطوة توقض أوهام المراهنين على جيوب تابعة لإسرائيل جنوبا مواجهة الخروقات الإسرائيلية للجسد السوري ليست مسؤولية الدولة السورية وحدها الرهان كبير على رفض مجتمعي لا يزال صلبا لكل ما له سلة بإسرائيل محمد الخضر دمشق الميادين